اختتمت اعمال الاجتماع السادس بعد المئة للجنة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تكفل برئاسته مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية في الدول الأعضاء وبتواجد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبدالطيف الزياني الاجتماع كان فرصة جيدة للتباحث في العديد من المنضوعات التي من شانها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في جوانبها المالية والاقتصادية وصولا إلى مرحلة أكثر تقدما من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث أجمع أصحاب المعالي على ضرورة التوصل إلى توافق في الرؤى والتأكيد على إتمام التفاهم المشترك في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في هذا الشأن فضلا عن بحث مستجدات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس كتسهيل انتقال الشاحنات بينها وتطوير المنافذ الجمركية فيها بالشكل الذي يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية مرتين كل عام هدفنا مراجعة ومتابعة كل القرارات والتوجيهات التي تأتينا من القمة والنظر أيضا في كيف نستطيع أن نتطور ونتابع أمورنا في مختلف المجلات مثل الاتحاد الجمركي مثل تطوير عمل الشاحنات في النقل والبضايع وتسهيل الإجراءات في مختلف المجالات المالية والاقتصادية بما يساعد دول المجلس ويساعد المستثمرين في دول المجلس على الشعور بالمواطنة الخليجية انتقال البضايع وكذلك فرصة العمل للخليجيين في دول خليجية الأخرى كل ما رفعنا تنافسية اقتصادياتنا كل ما استطعنا أن ننافس حتى خارج منظومة دول المجلس التعاون اجتماع اليوم لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية يأتي في إطار تنفيذ والتعاون الاقتصادي والمالي لمجلس التعاون متابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو القادة في قراراتهم للمجلس الأعلى وكذلك أي توجيهات صدرت من الهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ومن أهمها استعرضوا أمور استكمال متطلبات السوق المشتركة السوق الخليجي المشتركة وكذلك استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وهذا كانوا تكليف من المجلس الأعلى للهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والذي بدورها وجهوا وزراء المالية والاقتصاد لتدارس هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر